نعم اليوم نحن بصادر إضراب عام المحقات السابقة كانت مسيرات يوم الأحد مسيرات اكتجاجية يعني تسعيضية يعني انطلقنا أولا بوقف اكتجاجي أمن البرلمان وتبعتها ثلاث مسيرات اكتجاجية يوم الأحد اليوم نحن بصادر إضراب عام في موظيفة عمومية والمؤسسات ذات الطابع الإداري والجامعة الترابية مرفوق بمسيرة يعني وطنية ممركزة بالربار إذن اليوم هاد الإخوة والأخوات الحاضرين اليوم هاد الحوضور الجيد المشهد في اليوم كلهم مضربون ومضربات بالإضافة إلى ذلك مجموعة من الإخوان والأخوات مجموعة من الأقاليين والجهات اللي تعبطر عليهم الحوضور اللي يضروا في المو وكذلك اليوم مضربون نعرفوا اليوم أن هناك كإن شاء للتام مجموعة من المؤسسات في الوظيفة العمومية نعرفوا اليوم أن النقابة الوحيدة في خطاع العدل اليوم مضربة عن العمل نعرفوا اليوم أن المكتب الضبطي عن المؤسسات المحاكم المغربية اليوم في شلال التام في التعليم في الصحة في الجامعة الترابية في الجامعة الوطنية الفلاحة النقابات حضارت معنا كمشضررين اليوم نحن اليوم في التنسيقية الواطنة لإسفاد حطة تقاعد نرحب الجميع وندعو الجميع كمناضيين ومناضيلات كمشضررين من هذه الإجراعات التخريبية لأنظمة تقاعد للإنتحاق بهذه النضالات المسؤولة والغير مسبوقة في تاريخ المغرب المسؤولية التي تحملها أولا للحكومة المغربية لأن هذه الإجهاز الحقوق المتضافات جاء من بعد سلسلة من تراجعات التخريبية المتضافين جاءت من بعد المرسومين المشؤومين جاءت من بعد توضيف التعاقد اليوم هناك سلسلة من الإجراءات لضرب الوظيفة العمومية الحل أولا يجب إخضاع هذه السناديق للتقاعد للشفافية والنزاع تعرفوا أن هذه السناديق عرفت فساد كبير طريقة التدمير هذه السناديق طريقة معيبة لا يمكن اليوم أنه في الصندوق المغرب التقاعد في الصندوق المغرب التقاعد كي ينضي الأنظمة نظام المعاشات المدرية ونظام المعاشات العسكرية نظام المعاشات العسكرية تشبه عدة اختلالات صندوق غير مراقب وبالتاريح حكومة عندما أرادت أن تقول تدعي هذه الإصلاح المزعوم لم تمس يعني النظام المعاشات العسكرية اللي هو كما قلت يعني فيه فساد كبير ما يمكنش اليوم القبله أنه كين وزراء اللي تقضي أشهر بيدعث أشهر في الحكومة وتخرجوا بتقاعد لتسلو ثلاثة ألف درهم ونكا اليوم برلمانيون يعني يوصلون لبرلماني عن طريق مكوطة دلريع تخرجوا بثلاثة عشرين سنة بتقاعد مريح طوال حياتهم وبالتالي نحن نقول هذه هي مضاحة الإصلاحة موسيقى